دكتور مجدي الأسئلة على الصفحة نازلة ايه بترف ماشاء الله عناية الاتنين فيه دلوقتي فريدة بتسأل حضرتك بتقول لحيك أنا عايزة غذائي يكون دوائي ويساعدني على النوم لإني عندها صعوبة في النوم تمام أسهل حاجة وأسرح حاجة تتعامل قبل النوم بساعة أو بساعتين هي مشروب عصير اللمون بالنعناع أو الرحان أجيب لمونة أو اتنين واضربهم في الخلاط بإشرتهم عشان أنا عايزة الزيت بتاع القشرة اللمون اللمون والرحان والنعناع واضربهم في الخلاط مع علاقة السكر ويتصفى ويتشارب أصفى عشان نشيل بزر ممكن أبدل مسلاً السكر بالعسل أبيض مش فارقة كتير أي حاجة وكله سكر يعني حاي كنت بتكلم معانا على الطمر خضطني وخوفتني اه تفضلي احنا قلنا عشان الطمر آمن ليه غطى فوق في النخلة عالي بحاش بيطوله طب الحاجات التانية اللي احنا بناكلها من الأرض عادي بزاد بقى احنا في الموسم السلطة والجرجير والحاجات الخضرة وأنا بقيت شايفة إن الخل الواحد ومشكفية زي ما الحب الواحد ومشكفية مزبوط نخسل طبق السلطة إزاي عشان خاطر كويس عم ننقى عن نفسنا أي تلوث أغسل وحدة وحدة تحت طيار مية جارية أيوة ودعك بأدية الاتنين أي خضار أي خضار طب والخل الخل أصلا تركيزه خمسة ونصف في المية أيوة وأنا بجيب فنجان وحطه على نصف لتر مية بحاول الخمسة ونصف في المية إلى خمسة ونصف من مية في المية يعني كأني بعمل فنجان كابتشينو أو ميسكفيكي فرشكي ناس بتحط صابون في مية غسيل الخضار هو لا صابون هينفع ولا خلها يشفع كانش حد غلي ما كانش حد غلي هو المية جارية واخسل ورقة ورقة ودعك بأدية الاتنين لأن بويضات الديدان بتبقى لزقة على القدروات الفرخة اللي قد كده بدوتها قد كده الحمامة اللي قد كده بدوتها قد كده أما للدودة اللي قد كده بدوتها قد كده أنا مش هشوفها فبتبقى لزقة على الورقة وخصائص بويضات الديدان إن عندها قدرة على التحكم في فأسها عندما تتكيف الظروف البيئية ولذلك كان فيحصل لنا إيه بقى معاليش لو كان الورق بيدي لا دي مشكلة لأن البيضة هتفقس جوا بطني وانا وبختي نوع الدودة إيه فاشيولة تقوم رايحة من السرسبة على الكبد هتروفس تقوم رايحة على المخ اكسيوريس رايحة في الأمعاء والقرونة احنا نلايف الخضار ورقة ورقة بالليفة ورقة 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 ودعك بإيديا الاثنين وطحت طيار مية جارية عشان بوايضة الدودة أو الدودة اللي هتمشي في الورقة دي ممكن تلزع لاختها هيبقى لاز طيار مية جاي هو ده المفتاح دكتور ماجدي عندنا سوهير كمان بتسأل حضرتك بتقولك عايزة أعرف الأطعمة اللي بتساعد على تنشيط الذاكرة عند الطفل سؤال كويس جدا كان زمان ييجوا يقولوا إيه درجة البدنجان المقولة دي جات من اين جات من ان البدنجان في مركب اسمه أسيطايل كولين المركب دوت مهم جدا لتوصيل الكهرباء بتاع الدماغ ولسلامة عمل الخلال العصبية عشان كده البدنجان رائع جدا ولكن مش لكونه في حديد كما الناس معتقدة لا وبيسود الإكوني أكسادة إنزيمية أنا مش عديده لصفيح إنما فيه أسيطايل كولين وفيه بعض مركبات اللي هي الفلوفونايدز اللي هي بتساعد على متصاص الزنك يخش جوا الخلايا فالبدنجان رائع ده إذا جهاز التعبير ينفع الشيء التاني لسلامة المخ عمل المخ وجهاز العصبية أبعد عن كل ما هو مر على مصنعه أي إضافات كيميائية عبء كبير على عمل الجهاز العصبي غير إنها عبء على الكبد والكرياتين النقطة اللي بعد كده مهمة جدا إن أنا أزبط أكلي بالطريقة دي على مدار حياتي لأن موضوع مش موضوع إن أنا هاكل أكلة معينة بكرة الصبح بأينشتاين ما فيش كده ده ممارسة الحاجة اللي بعد كده هو تأثبت موعيدي مع الشمس إحنا الصفحة مقلوبة يا نقطة لا أناية دلوقتي برضو في موضوع أنا غلبت فيك أهيب أقرأ دراسة أقول آه دي صح أرى عكسها أقول طب الشكلها دي اللي صح البيض يا دكتور تمام البيض هل الفود أنا أكله كم بيضة في الأسبوع؟ كم بيضة في اليوم؟ هل المرحلة السنية والعمرية تختلف من شخص للتاني؟ يعني أنا مش عارفة أستفيد من المنتج ده البيض غذاء رائع للغاية للغاية طب وكلسترول يا فندم كلسترول والبيض مالوش دعوة بكلسترول الدم اشرح حالي بقى حيوة هو ده سؤال كويس قوي أولا البيض فيه كولين والكولين ده مادة مهمة جدا لسلامة الشرايين ولسلامة المخ ولسلامة الهرمونات خلينا أقول لحضرتك أن المواد الأحماض الدهنية اللي موجودة في صفارة البيض جزء كبير منها مماثل للأحماض الدهنية اللي موجودة في الألبان كاملة الدسم هذه الأحماض الدهنية فيها حمضة دهني اسمه C15 ده واحد من ثلاث أحماض دهنية أساسية مسؤولين عن سلامة جدار الخلية المعتقد القديم احنا تعلمنا غلط وعلمنا الناس غلط إنما بعد كده قرينا الجديد وعرفنا الصح وينبغي أن أنا أذكر أن المعلومات دي جددت من 30 سنة فلي لسه في هذا الاعتقاد ما قراشا جديد بقى له 30 سنة بيضة أو اتنين يوميا ما عنديش أي مشكلة مسلوق ولا محمر في السامنة البلدي ما تفرقش أنا مين لو أنا بتحرك والنشيط وصغير في السنة سأحضر لكم أوكي أكل مقلي أكل أملتة وأخد نفس الفايدة حتى لو تفتح وتقالى أه لا هي هي ولو مسلوق نفس الفايدة نفس الفايدة